موسيقى 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 حياكم الله معنا في طارق شو الحلقة الأسبوعية حنا توقعنا أنه لو خففنا الموضوع حلقة في الأسبوع وكنا خايفين صراحة لكن الحمدلله أصداء الحلقة غطتنا أسبوع كامل الحمدلله وحنا نشوف ردت فعل الناس وردت يعني لو ندين من أول بدين بأسبوع لأنه صراحة دخلت هنا القناة يوميا كانت مزري يوميا تتلع هنا مضغوط نفسيا دخلت من قابل علي شايع وفرحان وذا متعب ويعني ولما تقعد في حلقتك تصوير سيف تركيسة العنسة بتشوفهم مرة في الأسبوع أول شيء أنور وجهي وزانة حياتي حماد لو تحس الهدول اللي أحس فيه والاطمأنان والسكين اللي أنا فيه كان أنا قدمت استقالتي وانتمعي خبر روال يقول لك جامعة أم القرى تدفع بـ 400 موظف وموظفة إلى قائمة العاطلين هذا طبعا جامعة أم القرى سرح 400 موظف اللي هم موظفين العقود موظفين العقود اللي هو عقد سنوي اللي يتجدد كل سنة في ناس منهم تجدد لـ 18 سنة قاعد جدد عقده وما شي حياته على وقتي أنا لما توظف في القطاع الخاص كنت أقول القطاع الخاص 2003 طبعا القطاع الخاص مو بأمان وظيفي ليش لأنك تخايف يفصلون كفي وقت ما كان فيه نظام لما سار فيه نظام يحميني أنا في القطاع الخاص وعرف أخذ حقي زي النات سار القطاع الخاص في الحكومي العمل فيه شي جميل أول شيء نك مرتاح نفسيا تقدر تأسس بيتك تسحب قرض تسحب سيارة تشتري تقعد تصرف على عيالك حياتك مثلك مثل وظف الحكومي العقود حل مؤقت للبطالة عقد سنة وظفت 400 فرحنا في 400 فجاء فصلت 400 طيب حنا ما مدانا يعني حطنا في الأول تقولنا نقول حياتنا باسم الله ألا أنت عطفت دور الشتراك 400 موظف الحين يفصلوا أول شيء فيه غلط من الموظفين للأمانة أنه أنت عقد وسنة ويتجدد وكل سنة وكل سنة أقرأ بنوند العقد ويعرف أنه لحق يفصلك يخبرك طبعا قبلها بفترة معين عشان تدبر أمورك هم زعلنين هنا أنهم المفروض علموهم قبل 90 يوم ما تبلغهم قبل 90 يوم لأن ذا النظام تبلغني قبل 90 يوم وما هذا ما تبلغهم فجاء بعد خمسة يام من السنة الجديدة قال لهم شكرا يا حبيبي طيب أنا قد توهقت شرية بيت شرية سيارة عندي مصاريف عيالي بدت السنة الدراسية عندي حياتي لما أرمى في الشارع من المسؤول يعني من الأساس لا تحطوا مظايف عقود يا أخي تحطوا مظايف عقود تعلقني ما يمديني أقول بعرس ما يمديني أقول بأسوي شيء إلا أنتفاصلني فما بلاها أربعمائة وظيفة ذي الحين اللي كانوا يشتغلون فيها ذا الناس صارت شاغر المن وهل أربعمائة ذولي كانوا يشتغلون لأن فيهم ناس 18 سنة كان عقدة 18 سنة قاعد يتجدد عقدة فمعناه لخانة كان يداوم الرجال طب من الأساس لا تفرحني بعقد وارح أقول لأمي يا بشرك توظفت وقل له بوي توظفت وقل مديني فجاءة إلا أنا في الشارع فوقي بزران وبيت وأسرة أنا عندي أستاذ أكون عاطل وما عندي عمل بس لا تعيش مني سنة ثم ترميني في الشارع خلاص تعودت أني عاطل تركيبتي كذا أنا عاطل عارف من جوة أنا عاطل ما لقيت شغل بتعطيني عشر لاف راتب وتوظف وقل بسم الله سنة ورما في بيتنا أكيد بمرض نفسيا هياة حقوق الإنسان تكشف عن الأنظمة الوطنية لحقوق الطفل سمعنا طبعا وشوفنا اللي نزلوا لكن أنا همني بند رقم ستة يقولك لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامس عشر من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل يعني ما جي بعيالي مع الأستوديو كان عبود يجي ويجه الشباب في الأغنية قلت أني وظفة توني فروتانة عندنا عقود مع عقد أبوهم لم يشابوهم قرش عو لكن لأنه صراحة هنا في موضوع يعني أنا صاحب حلال أعلم عيالي الصنعة طب أحطهم في المحل يشتغلون شو يتعلمون عشان بكرة يشلون عني يشغل بيجي يقولك لا الأماكن العمر هذا المفروض مكانه البيت يدرس يعني في المدرسة عشان بكرة يهيئ أنت الحين تخرج من الجامعة واخد جامعة ماجستير وقعد في بيتي لا أقني من وانا صغير أكد في السوق لأن كان قصدكم عادة التاجر الصغير يطلع عشار ينظر علينا يقول إن بغيت هو البزنس خش مثلي هم عمره ثلاثة وإعلان بس هذا ضربت معاك كودرد سفراب شكرا ما بسط على الخط هذا مو بتاجر ولا رزاك ترى ما عنده برجين يعني أوكي إن شاء الله دخلك مئة ألف في الشهر ما تعتبر تاجر ترى مليون ومئة في السنة مليون ويتين في السنة ما أنت بتاجر حديقتان في مكة بمئة مليون والمكان مجهور هذه حديقتين في مكة كلفت مئة مليون واحدة في جعرانة واحدة في بوابة مكة حلوين الخبر يقول لك أن المكة ما يعرفونها ولا يعرفون عنوانها ونزل عضو مجلس البلدي يقول لك المشكلة إنها بعيدة عن السكاء لا لا الآن ما عندي شيئس مبعيد حط لي مكان زين أجيه ترى نطلع ستين كيلو عن رياض ولا ميتين كيلو وثلاث مليون وندور جلسة رايقة ربيع خيماتنا معنين يعني ما لا دخل أبدي لكن خمسين مليون يعني لو تقول ثنتين كل واحدة كلفت خمسين مليون حديقة جعرانة يقول لك سارت تقطونها الكلاب الضالة وغير جاهزة حديقة البوابة يقول لك كثرة البعوض والعقارب طيب يعني معناها هالذي بحطوطة للإنس ولا للحيوانات لش هنعرف والثنتين غير مكتملة وواحدة يقول لك في وسط بمسيل علوم ميت مليون ليش ميت مليون يعطوني يا أنا سوي حديقة تعت واستثمرها على استثمار حمادة باسط يبيع لذرة تركي مكينة سكريم بليلة بندر بليلة مروان مسرح عرايس ورا سيف يجر سياكل بنلقى بنلقى سالم مع ذيك اللي يطير بنفعل شغلنا وستديو كيروكن في كرومة تدخل راسك فاستخشبة وفيصلوا دحهم يصورونك ونسوي فعالية حلو وفرحاني انت بالعيالة عنده زي حليقة وحمود البوديقارت حق الحديقة والله أنا نحن جاهزين لاستثمار الحديقة بس نبي خمسين مليون لا وزعهم صح مسعودي مقص الشجر أقدر أقدر بصبال فوق ايه؟ بوالله نقدر نسوي طاقم كامل عواطف وحنام في زاوية معهم بساس وكيف يلعبون بزلال حديقة فهم؟ عواطف مو بجوليانا الخبر الأخير القبض على محمد قمصان محارب السرطان هذا كيف يصير واحد مشهور جلس قال لك كيف يصير مشهور احنا عندنا مشكلة ودائما السعوديين عندنا مشكلة عواطفنا عواطفنا تحركنا لما يجينا واحد يدخل علينا بمرض ولا نتعبان بمو تنقل هاشتاق ترند والتبرعات وكب الفلوس بدون ما يتكدون وش السالفة عندنا ثقة عمياء هذا طلع كذاب ثمانية سنوات يا جماعة وانتم مخفات قبل ذي سالفة صارت وبذكركم فيها أوريكم فيديو أنا صديقي اللي ساره جعلي يفداها قلب الله بالغارة ما شحب شعاره هذه نفس الكلام نص السعودية سارة وصلعان تعاطفهم مع سارة وطلعت رعب علينا أمس 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 القريق أو قبل أمس حساب إذا كنتي تريدين رجل تاجر يملك مدري كم مليار في لندن ويبحث عن سعودية للزواج ولم يسبق له الزواج الرجاء إرسال البيانات على الإيميل كم واحدة إرسلت أنتم ما يدرون قفرت حسابه ومشت جواهر مدري جواهر كان حسابه قفرته ومشت طب أنتم بكرة يجون والله عندنا القضايا ابتزاز طب والصور اللي رسلتوه بياناتكم سارة على قمصان هذا في نصر طبعا قمصان على مدريمين يا جماعة تبوون عواطفكم تبوون تصيحون تبوون ذا عمل الخير عشرين مرة قلنا عمل الخير في جمعيات في جهات رسمية في جمعية السرطان تبرعوله جمعية الفشل الكلوي تبرعوله جمعية العضاء تبرعوله جمعية الخيرية أيتهام اللي تبوون وانتم ما درون ذا الفلوس ومعلوماتكم بياناتكم دي وين تروح يعني أنا لو واحدة بكرة حساب قال لك مليونيرة سعودية ترغب في الزواج السعودي وما دروا شيء وكذا نرجو رسالة السيرة الذاتية صدقوني في يوم من الأيام متأكد اني بلقى صورة حماده قال لك يا وسيفس مرسله صورة من الجنب ومقطع فيديوه هو يعزف وسالم هو يتمرن وغيرهم سعودي ومواجد تلقاهم تلقاهم مرسين هأنتم تسلمون هم أرقابكم بعدين تجون تبكون في واحد باسم يعرس ورضاوة للمدام الشيء تو يفاوض فاصل موسيقى 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 لا أستهلككم في الأغنى لأن هناك دخلة هنا أبراكم تعطوني خلفية ضروري حياكم الله بعد الفاصل وقضيتنا اليوم عن حديث النفس والفرق بين الهبد والبديهيات الدنيا ثلاثة وئية الأمس عشناه ولن يعود اليوم نعيشه ولن يدون والغد لا ندري أين سنكون فتسامح وتناسى وترفع ودع الخلق للخالق فأنا وأنت وأنت وهم ونحن راحلون فمن أعماق قلبك سامح من أساء إليك وتجاوز عن السيئة بالغفران أو النسياء فالغفران هديتك للآخرين أما النسياء فهو هديتك لنفسك وتذكر أن لنفسك عليك حق وحقها عليك أن تريحها لا أن تعذبها أو أن تجلد ذاتك بالعيش مع ألام السفرين بعد ما لعبت سنين على الناس مسابقة الحلم جاء العين تقولهم نفسك ما نفسك وش يرجع فلوسهم الدقيقة بثمانية ريال دسع ريال تبغى تربح اربح مع أنا سيارة والعالم منزل الحلم والعين يقولك إذا أردت أن تكون نفسك فكن نفسك لا تدع للآخرين نطام عليك كلنا راحلون لا نحتاج إلى منزل فمنزلنا في الآخرة موجود كلنا نهايتنا قبر متر ونص في متر هذه بديهيات هذه بس كيف أنا أرتبها وسويها سنابة لكن السوق ذا معروف حنا وعندنا تساؤلات ما اللي بدأ فيه في السوق يعني السوق الجو ذا حق ترتيب السوالف في واحد يعني سبق فيها شفيني فعلياً فيني ألف إجابة ممكن أني أجاوبها ولكن بالمقابل فيني ألف سبب يمنعني من أني أقولها تعرفين علي نجم في ذا المود من سنة إلى الآن ما عرفت أنا وش فيه لدرجة دخلت جوجل قد خلني أبحث كتبت كتبت علي نجم مكتوب الاهتمام والتضحية الخيان والخذلان ما أشوف التجاهل المدينة وش فيه؟ ما عرفت ما عرفت هو يقول أنا فيني أشياء بس ما راح أقول وش فيني لأن ترى الموضوع والله سهل الحين أضبط لكم في الاستوديو عطونا إضاءة يا أستاذ محمد وعطنا الوضع عطوني موسيقى موسيقى حبيبي حبيبي لا تشرب التتن عشان سنونك الزينة بكرة تصفر وتسهير سنونك ممخيسة أنا أنا من كثر ما أفكر فيك النوم جيف عيوني لا تحسب أني مكسب أنا خسارة وأنت المكسب أنا اللي أدور على حياتي معك وأنت حياتي كلها أنا عارف أن الدنيا ذي ممر وكلنا رايحين نمر وآخرتنا نندفن في قبر لكن أحبك وباخذك معي للقبر الله يلعن الله ضابته كلام الأخيرة بس حقة الله يلعن ذي من قلب قصوه نشروا هواتس عشتبوهن بعد سهل هاي لمبة وإذا العيال ما فيه مسجل وتحرك يدينك وانت بتاع كنك تم عط شوشة وعط عم مصطفى الأخ بعد الكو شكراً كورونا عرفت العيلي على بعضه خليت الأزواج يقتربوا أكثر من أولادهم وزوجاتهم وتفاصيل بيوته شكراً كورونا أحد يشكر مرض أحد يشكر وباء راح ضحيته كثير ناس ماتوا تدري كم نسبة الطلاق بعد كورونا كما تدري مكتر ما قابلوا وجيه بعد عرفت العيلي بعض عيالي وعرفهم أكيد ووقعت زوجتي وعرفها وإذا أنت ما تعرفهم مشكلتك حنا نعرف عيالنا ونقعد بس ما أشكر كورونا هذا الموضوعي هذا الهبد إنك كيف تدور رتويت ولا تدور كيف بس وعندنا ناس طلعت ذلك الأيام ترى بنت طلعت بنت تقول لا تسلمين قلبك لحد خلي الناس هي اللي تدورك ترنت كلهم نعرف ذلك الكلام يعني ما أجي تسلمت ثم من آه والله العظيم إنه وععتني أنا كنت ضائر قبل الكلام ذا ما كنت تدري إن الله سلم قلبي لحد هذه هذه اللي قاعدين تقولونه بديهيات بديهيات كلنا بموت كلنا بموت كلنا راح ينقبر كنوضع لا تسلم راسك لحد لا تسلم راسك لحد أنا شفيني ولا مدري وشفيني مدري وشفيني اللي يقول نحن راحلون كلنا دارين راحلون يعني راحلون أكيد كلنا بموت معروفة في شي غريب عليكم الكامسة تخينك تغزل في طار انشق طاري وليه تنشق وقلبي ما نشق سالفة بس إنك عطى حركات وأنا أحميك على الدافور نشقيت وشلون؟ أنا ما طقيتك بقوة عشان تنشق أنا ألمسك تلميس أنا ألمسك تلميس يا طاري وصفك كل ما جاء طاري أحطك على الدافور أدفيك من براد الليل وتطربني في سهر ليلي ويا ما يا طار ويا ما يا طار ويا ما يا طار بس خلا بس قطعت فيديو الناس حاسبون في تكملة موظروا المقطع ينزل كامل نفهموها فايدوا وأنتم ورجعوا يجذيك وعطوا كلام كيف؟ بالله العظيم لو نسوين زي برنامج أنا عارفوا كيف يعبي هوا ما أنتم محتاجين ذلك أبي لحظة صمت على أرواح الممرضات والأطباء والطبيبات في الصفوف الأمامية اللي ضحّوا برواحهم في هداء للمرضى وللمهنة لو سمحتوا رحمة الله عليهم ما ورطنا بالمحتوفة دقيقة صمت نعتمد حن الموضوع ذا كلما صار عندنا مشكلة قلنا دقيقة صمت أي واحد توفح لنا دقيقة صمت أي خبر حزين دقيقة صمت أي خبر حزين دقيقة صمت أي خبر حزين دقيقة صمت وتحدى أحد في روتان يجي حاسبا دقيقة صمت الله نظيف يا أخي أنا مدري والله هؤلاء 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 يتنقلون تنقل غريب خلاص هلنا بنصمت ونتو طلع فاصل موسيقى حياكم الله معنا بعد الفاصل اليوم معنا بارت أو جزم موهبة الأسبوع اليوم معنا فنان رسام خطط خطط معنا اليوم الموهوب ناصر حجي نور نور النور نورك يا أهلا يومارح كيف الحال؟ بشرك الحسن حال وش فيك زعلان؟ ماذا زعلان؟ ركيت؟ تبون نجل لحد؟ لا تبون نجل لحد؟ جاهز يعني مستعجل انت كانت بدايتك بالخط العربي نعم في الابتدائي نعم حلوق؟ خنشوف فيديوهات روحي وما ملكتي لا يفداه وطني الحبيب وهل أحب سواه وطني الذي قد عيشت تحت سمائه وهو الذي قد عشت فوق أرضاه منذ الطفولة قد عشت فره عمو هذه طبعا نبذة فيديو بسيط عن بعض أعمالك كلمنا عن بدايتك بداية الموهبة عندك انت انتقلت من خط للرسم هذه البداية كانت من أول ابتدائي مندرس فلسطيني الله يذكر رب الخير ويرحمه حي وميت من أول ابتدائي يمكن تذكر كتاب الخط العربي ما كان موجود بل أول من ثاني أو ثالث الظهر ثاني سبوع أو ثلاث سبوع قال بدأ خطك قويس يعني يعني مو نفس الطلاب الباقيين يعني صار يجيب لي كتب الخط حق الصف ثاني وثالث و الكتاب ذا نفسه قال لي لا تجيبها صح بس مرن يدك كل يوم حاو تخلص الكتاب كامل حل طبعا ماشي معه ماشي معه وخلصت السنة أخط كويس ماشي صح جميل فعد طلعنا من أهملنا شوي هذا قضبنا الخط صحيح لكن الباقي علينا نحن نهمل شوي تخبر العمر صغار طيب هذا الخط كيف نقلت من الخط للرسم الخط في أي مرحلة تقريبا مو متأخرة بس إنه بالمتوسط شاركت مسابقة رسم المدارس حلو كان فيها خط أنا ما كنت بشارك لا ما فيها خط قالوا فيها خط ويمكن صير فيها رسم إذا صار فيها رسم ارسم ما في مشكلة حلو أنا كنت أغلي الرسم هذا الخط لأنه تخلص بسرعه فعد عجاز الرسم الطول معي حلو شاركت وخدت الأول بالخط والرسم ما شاء الله تبارك هذا في المتوسط في المتوسط طيب طيب صار أي مسابقة موجودة شارك فيها وأخذ الأول حلو ما شاء الله تبارك الله طيب قالوا بالنسبة للرسم أنا أعرف أنك رجال فنان في الجداريات طيب خلنشوف فيديو رسمها الجدارية خاصة في الميبروفيسور رضا طيب 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 أخذت مني وقت بس أنها أجدار كبير والذي طلب قال أبيك ترسم كم يوم أخذت منك؟ تقريبا شهر سكنت عنده شهر يعني تعقلت مني مع أجدار ربعا وبساسة طيب هذه كانت يعني أنت أول رسم أجداري لك ولا قبلها كثير لا فيه قبلها الجوكر فيه باستراحات بس هذا بيت والاستراحة؟ لا هذا كانت مغصة للسيارات وكان نحط مواقف للسيارات وهذا على المواقف حلو طيب ما تشوفهم الجداريات أنت قول رجالتنا رحت للخط طويل لشان الوقت الآن الجداريات اللي فيها الشغل بس أنت أخذ وقت أنت الحين أنا أغليهن أثنين بس أنا كنت أخلص بسرعة لكن مع الموارسة أصرت أحمل الخط إذا وجهت للخط أحمل الرسم ما عندك كنترولر كنتين في نفسه ولا اثنين ما في مشكلة معها طيب الحين مثلا الأقرب القلبك أنت الحين الآن حاليا يعني لما الناس تطلب منك لوحة ولا تطلب منك جدارية ولا تكتب مثلا كتابات كلها سوى كلها سوى لكن الحين أنا أرسم أكثر مما أخذ خلاص أنت كلما تعمقت تحس أنك الذي تشوفه والذي رسمه قبله ليس شيء فأنت تطور نفسك مع الممارسة حتى لو صرت أرسم واجد لأجي تأخذ تقول خطي موحب يعني تبدأ تقيم نفسك تبدأ تهجز طيب يقولون أنك رسمني واللوحة دي أني بنشوف فيديوه بعدين نرجع تكلم بي ترجمة نانسي قنقر 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 نحن نعيش عشان إذا كان فيها أخطاء ولا شيء ولا تقدر تعدل طيب عندي سؤال خلنا نبدأ موضوع التسويق قلت تشغل سناب ولا استقرام سناب و استقرام طيب حطوا يا شاب سنابه و استقرامه كل حسابات تواصل معك هذا سنابك نعم صحيح؟ نعم طيب أبس لك الآن تأكيد تستقبل الطلبات من الناس نعم الرسم زيد اللوحة كم ممكن تسويها؟ هذه طبعا هي تختلف انت أطلب مع فيديو نعم ولا بدون فيديو حلو طيب مثلا الفيديو أنا قاعد أرسمه و صوره واضغط الفيديو و أسرع لك و أحط عليه مقطع صوت تقولي على ذوضك و أحط لي مقطع صوت حلو جميل يعني الخدمات ما قبل البيع حلو كم هذه؟ نعم فهذه سوية لك بثلاث ميتر يا على حسب الحجم إذا كانت نفس الحجم هذا اللي هي نصف متر بسبعين سانتي جاخي والله سعرك من أفضل سعار اللي جات عندنا لآن الحمد لله والله يعني سعر رمزي يعني ما نشوف أنه كثير ترسلي فيديو وترسلي لوحة وترسلي ثلاثمئة و الضرائب 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 أربعة متار أبي على رسمة واحدة حلو الرسمة واحدة يعني أنت بيها بنص اجدار يبيها متر و متر و مترين بس تحط لخلفيها على اجدار كام حي طيب أجدار مترين بثلاث رسمات أربعة رسمات ما قدر أقول لك الرسمة بالسعر و فلان لو قلنا شأن نأخذ على مقياس ها رسمة واحدة رسمة واحدة على اجدار عشرة في أربعة مثلا نقول لك بالمتر مثلا مية و خمسية حلو يعني تطلع كم ألف و شوية صح والله مدي كم عطيتنا متر أربعة في عشر أربعين والله ما أعلم رياضي يضع عشرة أربعين في مية شويت من تبا أربعة لا في ريال و خمسة حلو يعني حول خمسة لا في ريال برضو رخيص عدا شكرا الله شو سمي ذا أنا والله ودي شكرا الله شكرا الله لا 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 يأتي شكرا الله لأنه يرى الناس تغار من الصور اللي براي و يزعجون ليش هاطلوا حكا أنا قيل لهم أن الفكرة من الضيف الرسامي اللي يجينا أنها تأرشف يعني لوحدك الحين تنظم إلى مجموعتها نعم وأنها تكون معناه طول الحلقات القادمة أنها في الأرشيف تغير الموسم الجاي الديكور ستكون موجودة في الديكور على توقيعك شرفنا صباحا أنا اللي شرفني لأنكم أنتم فنانين وأمانة أنت أول شيء أحسك من أنت مبالغ بالموضوع كثير و على قدرة الناس كلها الكبير يقدر يجيك والصغير يقدر يجيك وكلما زادت طلباتك زادت دفعك ممكن فنرجع نحط سنابة مرة ثانية لأن لأمانة كثير يتصرون عليه ناس الرأس مذيمن الرأس مذيمن الرأس مذيمن هذا سنابة ناصر وأي واحد زي كده يحب يشوف صوره في كل مكان يقول له طيب طيب ناصر أبس أسألك سؤال عندك مرسم لا ولا ما أبن ولا الشغل لا تبدي واني مرأت بالغرفة إلا إن شغل هو يغفل ولا حد يدخل عليك خلاص وبس وأرسمه طيب ما ودك تنتقل الاحترافية وما في مكانيات يعني مال نعم لا تبيلك تأخذ لك مكان يعني أو تدفع جار أو تدفع مكانيات ما تسمح يعني أي ما تسمح لو في مكانيات ممكن ممكن أقل شي يعني تأخذ لك مثلا في استراحة تخصصها هل قدمت في المواسم؟ والله ما قدمت على أحد نعم؟ فقال الله عليكم وانتم بجيتكم الله عدوا العمر وانشرف لا والله مبسوطين فيك وأنا أتمنى أن أراك في موسم حائل في موسم الرياض في موسم كذا بالعكس فنان وسمح مع الناس فتستاهل وقت تستاهل كل خير بصورة الملك خادم الحرمين شفان الله يطول عمره نبدأ نشوف الفيديو هذه اللوحة موجودة عندنا في الاستوديو طبعا أنت رسمتها في الاستوديو و يعني لو قلت لي ما نمعطيكيها بأخذها هذه بعلقها في مكتبي أبتستاهل لو تبي مثلها عشرة طول عمرك هذه تكفيني هذه بحطها في مكتبي لأن صراحة مكتبي ما في صورة الملك يعني ما في صور نعم تعرف أن المدرة لازم صورة الملكوران هل هطت عليها الشعر عشان ما تطلع من هنا إيه إيه إيش لا تنسك أعرف منه والله أنت رجل خير وفاهم لي في نفس الوقت مو بزي ورد عمك بس ما بدون ذكر إسمع أحسن أحسن حبيب ناصر وش حابة تقول كلمة خيرة والله شاكر لكم المقدر واستقبالكم صراحة أكثر من رائح مشكورين وما قصرت جاء حبيب ناصر وأنا أتمنى لك فترة جاية ما تسير كسول الله يطول ومن تسمع موسم تجهز فيديواتك وتسوي لك ملف لطيف ترسله موسم حائل ترسله موسم مريا موسم الشرقية موسم جدة بإذن الله إن شاء الله الله يكتولي بله خير إن شاء الله الله يكتولي نورتنا يا حبيب النور نورك طلاب ساعدنا فيك يا حبيب تسلم حياكم الله معنا بعد الفاصل واليوم ضيفنا إعلامي مذيع مراسل ضيف ماذا بعد؟ عدد أنت أنا جايبني عشان نعجب محرر ناقد واجد كل شيء يوم ضيفنا ما أجدته يجري منورنا يا هلا والله الحين أنا الشو كله تجيبوني لطارق شو أنا الشو أنا أنا أنت شو؟ أنا نفسي الشو نحن عارفين إيشان كيف إيوه إيشان كيف أنت قلت لي تعال بغاك برنامجي إيشان استوديو كل الصور إيشان رياضي إيشان رياضيهم أعطوك استوديو للصور زعلان لا محي يعني فيها عراز رزا شوية ولا لا أنا أحب الترزرز ما شاء الله بس ما في تشابه بين الصور هذي فنانين مختلفين يا طويل عمر ماذا التلفون ده هذا حق المخرج ديبال إيه أوكي كورة ترى ما عندك منها الفقر هنا بتشوف أشياء جديدة أنا دارنك مبهوم يلا خلنا نبدأ ها؟ ويش نبدأ؟ هل الحن ده السلم كهربائي ولا إيش؟ مصعد هيا وين تروحوا فيه؟ نروح ونطل على كورة طيب أبا أقول لك أحلى مرحلة في حياتك وشي كم راسل كمذيع كناقت كمه والله كل شي طارق لها يعني زمانة ولها نجاحاته بصراحي تركنا عن الدب وبحكم وناسه كل مرحلة يعني مختلفة تماما على قولتك جربت بديت محرر صحفة في صحيفة الرياضية وكور رؤساء التحرير آخرهم ببتال الله يعطيه الصحة لازلت موجود معه عندي كل الترجيح على اليوتيوب معه هذا اللي أقولك أنا برنامجك وأيضا مريت في إذاعة MBC FM قدمت برنامج كل يوم جمعة وكان عندي تقرير إخباري اشتغلت في صدر ملاعب سنين طويلة اشتغلت في القناة الرياضية غطيت من ألمانيا كأس العالم 2006 للLBC وكان الله يذكرها بالخير أو الارت بوجود وليد الفراج ينقلون نقل مباشر بلعتهم حل في ساعة واحدة في الLBC طيب ما في نجم سامي الجابر ياسر القحطاني محمد الدع ما في نجم كان موجود اللجب تهينا أوكي وذاك قاعد الحالي هتفرج في الاستوديو دخل بقوة بند الحرقس برضي رقم واحد رقم واحد في كل مكان اروح لها شف طيب ليش؟ لعني ماجد توجدي طيب مو ماجد عبدالله ماجد على فكرة صعب علي يقعد على ذا الكرسي بعد ما قاعد علي أبو عبدالله صراحة بسطورة يعني في ناس كثير قاعدوا عليه يستاهلون أكيد كلهم طيب نقعد أي ماجد 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 بس أبو عبدالله أبو عبدالله شي هم نذر كيف سبتوه شف أستاذ ماجد احنا البرنامج نستضيف نخضى من نجوم وانت نجم حبيبي حبيبي الله يسير ماجد نجم في الكورة انت نجم في الإعلام دار يا حبيبي تعلمني انت فحنا أي ماجد فيه أي بقعة من الأرض أنا رقم واحد يا ابن الحلال الشي كنت طب قلنا كورة ماجد كورة رقم واحد كورة لا في الكورة عندي لك معور عندي لك معور وشايفين لعبك ونعرفك وكذا مبدع ترى طيب مان انت موظف أوكي حلو كنت تقعت 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 مبكر لي حسبوني كبير يعني لسه ما دخلت الأربعين لسه الإعلام نفعك في وظيفتك ووظيفتك نفعتك في الإعلام والله كلها بس شوف أنا جيت في على المستوى الوظيفي ومارس دور رياضي أوكي يعني مع الشركة اللي كنت أعمل فيها عادية مررها يا ربون اسمها مع الستي سي وقعنا مع مانشستر متهاوش ما عم ترى اليوم أنا والله متهاوش ما عم ترى اليوم أنا والله متهاوش ما عم قاطعين عليك النت وليش قاطعين سارة من قبل الفاتورة يفصل جوالك لا لا مو بصحيح تقعت تقعت خلص وقعنا مع ريال مدريد وقعنا مع في وقت من الأوقات أيام ما كان الدولي للسعودي الممتاز 12 فريق دفعة واحدة فصار عملي معهم رياضي رياضي وصار يسهل علي روح حج وقضيان حاجة يعني صور الستي سي وصور الام بي سي ولا القناة الرياضية ولا الغيرها طيب حلو حلو استغل جد جلوس على كرسي في كورة حلو مرة يا أخي يا أخي لا خلا قلك شيء ما بترقيص قسم بالله تركب المايك وبربر قل اللي عندك ليه ما تبربر وقضوا بالباب يا أخي العمل الميداني يا أخي مرهق ذهنياً وكل شيء يا أخي أيام ما كنت مع مصطفى لغا ما أنام بس أنت يقولون الداخل على طمع ما أنام ما أنام داخل على طمع فيش يقولون قبل تركي العجمة لك فيديو تقول كنت بتصير أنت مكانه لا تنكر أرى تقول وقعت مع تركي الشبانة عشان أقدم برنامج كورة طيب لا ترطني مع أبو خافي ما شيني أنا بنبه الزميل أنك دخلت مننا شوي شوي غاب تركي العجمة أنا فيه طيب ما أدخ الصدق الصدق هذا صح ها تركي صح تركي العجمة ترى يخطط من زمان لا 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 والله يا كرسيكم دا ايه كرسي طيب أجي على طول طارق شو له وقال لي مع السلامة تضمن لي ايه أجي يوميا معك كل يوم ضيف ايه أنا الحين مرتبكوا عندي مفاجأة ومحظر مفاجأة أنك تمثل معنا في المسلسل الجاي ايه حلو خلاص أجل اتفقنا ما علي لو مش وش الدور اللي تحبه انت انت رجل ممثل وبارع في التمثيل ومثلت مع نجوم سوفرستار أكيد انت بتعرف الدور الكويس لي أنا أسهل كتوني قاعد أكتب النص بس أبغى أشوف انت أوجهك وش الدور اللي تحجنافسك لي شوف شخصيتي انت من واقع خبرتك كممثل مش كمذيع على فكرة تعالي حنا انت في موسم واحد ناتفني أربع مرات ليه؟ عندي الفيديو عندك؟ انت بتجيبه بعد؟ بجيبه شوي لا تخلق أربع مرات؟ أربع مرات؟ طيب مرة واحدة شوف بعدين لحظة لحظة ليش يوم انك قلت تركي أو نتفت تركي العجمة وبالتالك انت تحنين غفور الرحيم عليهم وعلى مات التويجر الشديد للعقاب ليش؟ طيب تتمو محور ذا محور الشخصنا ذا محور ثاني اه يعني انت ظن انها شخصنا الحين؟ تخاف من العجمة وبالتالي صح؟ تخاف منهم ولا لا؟ قل لي ايه ولا لا؟ ايه؟ خلاص اوكي تعجبني عطوها عادر كينا يلا سمع انا اللي بديل الليلة شوف طيب شوف شوف يعني انت حاسم فيها شخصنا كانت؟ لا لا بس انا لو ماني مهم ومؤثر ومؤثر جدا ما كان طارق اياما قبل طارق شو قلدني اربع مرات في موسم واحد تجري ليش؟ ليش؟ احنا قبل شويش كنا نتكلم ايه؟ ماججة تواجري الاعلامي بدأ كمحرر في الان بي سي في الال بي سي في روتانا في مدينة كل ما كنا نفتح برنامجات طلعنا ماججة تواجري ايه ايش المشكلة؟ طب هذا هو ايش المشكلة؟ فانت حاسدني؟ مان بحاسدك بس من كثر ما انت موجود شرت انت المحور حقنا شكلي خربت عليك اعداد الحلقة كلها لا لا والله العبد شكتونا الفيديو حق النشرة الحق ماججة اللي يقول عنك اي واحد اي واحد اي واحد بوريك الحين محدة من حلقات الشخصنا نشف تريقي نشرتنا اليوم عن مراسل المراسل هذا عرف عن النشبة انه في نفس الوقت نشبة مراسل رياضي طبعا انا ممكن اقولك هذا المفروض يكون برا هو المفروض الوحيد اللي عندنا في الرياضة السعودية لازم يكون برا لانه من طراز هو يعني من الناس طراز الاول والنادر يعني من المراسلين حطوا مذيع فترة بس ما ما يبي يعني الميدان في حياته مازل مرحبا ابو كرم طبعا انا في الملعب الان وحاول اني اجيب لي لاعب لكن كلهم افركوا ولحظة لحظة ابو كرم تعال طيب طيب هذا اللاعب معنا الان انا صدت قبل شوي طيب ممكن تفكي دي مالي بنحاش ما عندي لانت لا اوكي شباب بنحاش الخاف تروح وتنقض في العهد كيف؟ ايوه مد احناك؟ لا والله ما عمد احناك ليه؟ ما عمد احناك قلت ضحى بالستوديو اللي كان يكون في الميدان انت وين شايفني نجوميتي وين؟ في الميدان لا في كل مكان بس انا يعجبني ما جيت ويتري في الميدان في كل مكان يا حبيبي انا اي مكان اروح له اصير رقم واحد اي اوكي حتى لو جيت اشتغلت معك هنا حاكي اللي نجو عليك طيب انا خلني سؤالي بحكي اللي نجو عليك طيب خلني سؤالي خلني اتكلم انا شاكيدا ما حاجبني انا مشاهد انا مشاهد انا مشاهد اوكي انا مشاهد مشاهد ارى ان ماجد التواجري في الميدان رقم واحد اوكي ليه؟ لان يمتاز في اكثر من شغل ايوه خفة الدم بس انا نقول ايوه انا اهم شغلة فيني اي انك لما تبي شيء يعني لو قدامك بلك بالطب مايكك اللي وراك بالسلك يجي شد عضلي فعلمك شيء؟ ايه قسم بالله العظيم مرة في نهاية كاس الملك في استاذ الملك فهد المصور اللي معي طب تعرف الحفرة دي الحفرة حفرة حفرة حشلنا المستشفى الله يشيو ياعافي قسم بالله العظيم طف راجع وراي كذا وانا نفدف فيه زين ما درينا الا فنقس بالحفرة على صراحة على قدر الجانب الانساني اللي عندي عالي بس عندي شغف وحب اني اطلع ونهائي كاس ملك طب هذا اللي قاعد اقولك خلاص يا شباب الله يخليكم سلامات انا بجي بعد ما نخلص بجيكم على المستشفى هاتوا جبت واحد مو مصور دور الكاميرا ومشينا لمو طيب ما لما تنتم مثلا تشوف خلنا الحين خلنا من مراسل احس ان السولفنا فيه كثير بروح لبعدين بروح الماجد في بداياته خلني بوريك فدي الله يستر ما عليش ماجد بس خلينا وضح له لاندي الاخرى ما عندها منافسة على اللقاب وحريصة على انها يعني نتكلم عن الهني والشباب نتكلم عن الهني والشباب نتكلم عن الهني والشباب عشان عندهم مصلحة مصلحة سربط بينهم بس 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 احنا نتكلم عن ناحية حتى لا ندخل من الجدلية في هذه القولة وكأننا نتبنى فكر محسوب على احد احنا في النهاية نسأل لبو عبد العزيز سؤال مباشر فقط هل الشرابين اتصلوا عليه واعترضوا من هذا الجانب ولا لا حتى لا ندخل او يحسب علينا اننا قاعدين ندافع عن طرف على حساب الطرف الاخر كان هذا هو صوت عمر المهنة رئيس لجلة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم شكرا لكم عبد العزيز ارجو ان نكتفهم وجهة نظري احنا ما نتبنى غرم نوقف حاجة تساؤلات في الإطار الموجود معنا اما اننا نروح نقول قالوا الشبابين ومن عندنا شيء قالوه الشبابين خلنا فالإطار اللي حنا فيه احنا فالإطار اللي حنا فيه لكن له علاقة أيضا في الصحافة نروح لعبد الرحمن الرومي ترى هنا أنتم مذيعين أرى؟ أيوة كنا نجارات كنا نجارات إي شو كنت هاوشتوا؟ لا شوف أبعطيك إياها بكل وضوح وبعيدا عن المزح وبعدا أن ننتخل في المزح الأمير التركي بالسلطان رحمة الله عليه كلمني قال لي يا ماجد أنا عندي أنا وقتها كتب صدر ملعب قال لي أنا عندي أبيك تجي القناة الرياضية وعندي برنامج الرسال طايح باللفظ هذا الله يرحمه أبغاك تشيله فقال ماجد ثابت نحن نطلع الأسبوع كامل للويكند قال ماجد ثابت الظهرية طبعا الظهرية من الساعة واحدة ونص إلى ثلاثة ونص والزملاء علي وبندر الشهري متحركين يعني أنا كنت ثابت يوميا ثابت أنا أوصل وكان جايب لي الأمير استثناء من الستي سي أنا أوصل القناة الساعة تسعة وابدا في إعداد الحلقة واسوي اتصالاتي وقصقص الجرائد واسوي كل شيء زي بندر الله يذكره بالخير يجيني الساعة واحدة يعني قبل الهواء بنص ساعة أوكي يبي يعني إقاسم كل أمور ما تجي ما تجي تعالوا عش معي وكذا أنا مثلا متصل على عمر مهنة ولا قبلها هذا حق المنشطات وما أخذ مننا الأوكي وفق خط معين خط العداد اللي أنت رأس خط معين ممكن أنت طارق تقول لي أنا ما أسمح لك تسألني السؤال هذا ما أبغاك تسألني السؤال هذا يدخل بندر واللي علي ويسأله مثلا أنا أعطيك مثال رحت لأحمد الدوخي وإحنا برنامج إرسال نحتم في الصحافة فأنا أحكي مع أحمد الدوخي عن مشواره مع الصحافة وزيها مع ياسر مع سامي وغيره يجيني مثلا علي الشهري على الهواء يقول لي أنا تكسألته عن عقده طب وراك ما رحت معي قلت لا قلت لا مو بلازم تروح معي بس إحنا تخصصنا هذا من تخصص برنامج الملعب كان الأمير دائما يقول ما أبغاك يعني أنت أصلح ما يسرح معك مذيع ثاني ها ما يسرح معك مذيعين أنا زي الفريق ما حب الشريك طب كيف متحمل تركي معكم أكثر من الآن الآن إحنا في ماجد تويجريا الناقط أوكي كيف متحمل شو متحمل يعني تركي خنشوف فيديو لك في كورا بعد إيه الله العظيم في الأسبوع اللي أنا رايح فيه إجازة أشغلوني الناس ليش أباحوني الناس ليش مش قصتك مع الفارنت وش مسوي بالفارنت وش آه البعض أتول لو وش صار علي لا والله ما سوي والله أتكلم جد لا والله أتكلم جد بعدين فيه ناس يقولون وضح ناس تتصل علي من واقع مسئولية وضح التركي أنه الكاميرات وذاء من المسئولية العالمية صحيح قاعدت هاوش مذيعنا لا ما نقاعد هاوش أنا أنا كنت مع تركي في البرنامج وطلعت رحت القاهرة وصارت الحلقة اللي يتكلم فيها اللي يتكلم عن الفار اللي قال إيش بكو إيش بكو فيه الشاحن وريحة ونفسكم وفعلا وفعلا وجود للأمانة مو على الحن عشان ما يزعل علي على موضوع أني قلتني اللي بأخذ البرنامج عنا لا لا نحن وصلنا على الساعة بجود يلقط المهم أنه فعلا تكلم ترى جاء على الجرح كانت بداية مباراة الشباب والنصر هدف أحمد شرحيلي لما قال ياسر المسحل ترى اللي حين اللي اشتكى واحد بكرة بيكونوا اثنين ثلاثة واربعة وفعلا صار طيب أنتو شرأك في الفار الفار نايم حنا جبناه نايم هو شوف أنا أقول لك شي هو في جميع دول عالم المتقدمة كروية نعمة إلا عندنا نقمة وين الخلل فيه الخلل فيه الفار ترى في النهاية جهاز جهاز وإخراج تلفزيوني الخلل فيه حكام الفار وفيه حكام الساحة ما عندك وش الحل عند ماجد التواجري الحل الحكم الأجنبي والفار يكون الأساسي أجنبي والمساعد السعودي لن يتدربون توهم سنة أولى طيب ما تشوف الموضوع شوفوا دائما متهمين الحكام ومثلا ماجد طارق غير أي واحد في الإعلام الرياضي دائما متهم بشغله أن ميول ماجد يمشي ميول فلان إلا أنا إلا أنا اعتبرها غرور والله العظيم شوفني وبيسألني رب العالمين عن الحلف دائما من خلال وجودي في الإعلام كله اللي يملي علي ضميري أمر من خلال هذا المايك فقط لكن ما في عملية أنه أنتصر عشان الهلال عشان النصر عشان زيد عشان عباد ممكن أراعي ناحية وحدة طارق طارق حبيبي وصديقي ممكن أني ما أكون قاسي كثير عليه في موضوع أو ما أرضى على الغلط في نقطة لا ما أكون قاسي كثير عليه وأنا عندي شوف عشر 12 اسم أقول ذولا ما حييت في الوسط الرياضي إذا ما جاهم مني خير ما يجيهم مني شر منصور البلوي بندر محمد الله يشفيه يعني مجموعة كبيرة يمكن يوصلوني إلى 15 أسماء الأمير عبد الرحمن مساعد الأمير فيصل بن تركي أسماء كان لها تأثير على ماجد إعلاميا حتى ما تفهم بطريقة خلط إعلاميا يعني قدموا قدموا لي أشياء يا أخي كنت أقول موجود قبل شوية عبد الرحمن بن ساعد مباراة ديربي بين الهلال والنصر قال لي سامي الجامر تعال يا أبوي أنت ساحر الرجال ولا إيش مغلق التمرين وماجدت ويجيب كاميراته داخل تبي سحر أكثر من كذا أجل خم الله يا شان كذا أقول لك أنت مكانك الميدان لا يا أخوي مبسوط في كرسي كورة لا لا أنا أقول والله يا تماع اسمعوني صدقوني الرجال هذا جايبني اليوم عشان يألعني من كرسي كورة ألعني يا برعي على فكرة أستعيك مع حقازي حقازي من حقازي؟ ما تعرفش حقازي اللي لعفة اتحاد أنت بتتابع كورة؟ أنا تابع والله على خفيف بس أني شفت كم جولة ما جازي قلت له ذاك اليوم مع أبو شتيت قلت لأتي مع حقازي بقى شكله كتير وافي الموم منصبيح قال لا يا شيخ شفت الموم الأمير نوعب السعد أرسلي قال ما لقيت تقولها البيت اللي ومصبيح فيه طبعا المصبيح ما لحل المصبيح شوف إحنا المشكلة إن برنامج كورة جايب أسماء تمنيت إنه مو يبفا كورة ليش؟ ليه أنت على المصبيح خلاص صرتوا محسبين على روتانة أوكي وش المشكلة؟ لما تكون ضيوف عندنا يقولون ضيوف روتانة فأمكي لأنه ودي كان أنه ذا البرنامج يا أخي أنا في الانبي سي طلعت ببرامج الانبي سي كلها من صباح الخير المدري مدري 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 والله ما هي المشكلة؟ إذا عندك إذا عندك سوبر ستار زي تستغلى في كل المواقع أسمع تدو ما هي المصيبة؟ لا بتعرف تغني أسمع تدو والله صوتي مبحلو بسرع عني أسمع تأخذ ما هي المصيبة؟ ماذا هي المصيبة؟ ماذا هي؟ بكرة ساعة كم؟ عشر يبدأ تتارك شو؟ أو عشر ونصف؟ بكرة أنت تكون في الكورة المشكلة تتوسط لي لماذا؟ يعني ترى ما ليم ما أجد عبد الله ترى ما أجد تواجة أطلع من عشر إلى إن وحدة بمنون مني الناس بيقولون مشكلتك يقولون أنا ما أنا أتكلم عن برنامج الحالي أخطاءكم في كورة ما أمده ما عندنا أخطاء لو سمحتك بقيادة المعلم الكبير أبو جود لا يوجد أخطاء في كورة الله العظيم دائما التمييز ودين برنامج كورة يتوقف أشاء أشاء فعل الله ولا فعل من كذر ما مده فعل الله ولا فعل تركي قاعد يقول تركي العجمة حين قاعد يقول يقول حسنا يقصدني أنا يا رجال يا رجال الله يا أخي أنا خلني أرقص تركي العجمة على الأقل بيني وبيني ومصالح مشتركة أنت يوم أنك تقلده بسم الله عليك يا بوجود بسم الله عليك يا حبيبي بتاله تركي يجب أن تعرف نقطة ما علي أخويك لا أخويك لا أخويك تركي نادرا العجمة وانت معها في البرنامج نادرا ما تلقى إلا السنة هذه المنفعة شوية على الفار ومن حقه لكن في البرامج في الموسم كامل كورة يعطيك شغلة واحدة تقدر تمسكها علي وش يعني يالله واحدة شغلة واحدة تقدم تمسكها اللي هي أي خطأ يسوي يالله نمسطحنا اللي قلنا له شي بتال في المقابل نفس الكلام إلا عشان هم أصدقائك وتعرفهم زين وبتال لو رح تبوي تجلس انت ويا عرفنا السؤال يالتني متعرف عليك من قبل كالخليتك تمدحني صدق صدق لا تقعد تبوه هذه الحقيقة من الله لذلك أنا أترخل فيها جوالي بتال هم والثاني جوال ثاني تركي العجمة تعجبني عرى انت كذا وتحت عب صور صغيرين كذا نازعرف أنا تركي العجمة هم وفوقها وبعدين فيه الماضي المصطفى لغة وليد الفراج وحاط عليه مكسات حمر مكسات حمر اللي خلصت منه الوحيد اللي عيت أستغل مع وليد الفراج مرة ليش حاول فيني لين ليش هم ما يعجبني ما يعجبك الطرح شخصنا دي لا مو شخصنا يا أخوي وليد الفراج وبرضو اعتبرها غرور كان يجلس مع تسع مراسلين يقول لهم ماجد تواجري مراسل واحد في صد الملاعب وبالعكم كلكم وكان يوم راح معنا مع الاستيسية 2009 نوقع مع ريال مدريد قال لي جايبك جايبك لعل الدوري أصلا طار باعو يوم مفكر يجي شفتوا شلون طيب نعم ماجد طب أنت ورقة رابح أنا قاعد أقول عدريني ورقة رابح ما احتاج تكن أنا أقولك في الميدان رقم واحد ما اجد تواجه الآن في الميدان الآن أنا نجم سوبرستار مع تركي العجمة في برنامج كورا ومن هو خالد مدريش ها خالد ليش من خالد خالد الحمد وش عليان ده عليان اه وريك عليان عشان كده من اليوم تدقدق علي طيب علي عليان عني زذاء والله يا الشمغ ما تجيك يلا خلا خلا ينفعك خلا ينفعك طارق وانت وش شغال انت بساطة تبيعي ده كل يوم جيبلك ست كارتين شمغ توزع تبي لا اي تعجبني بس سيارتي تقا تحت ماجد يا شباب المقاسات المقاسات ها شرع ذمتكم دقيقة هكذا هو ماجد التواجد عزيز تحطه بذمك هذا انت شرع تقاعد توزع تحطه بذمك طيب شمغ معك بكايت ورئيس التحرير البنات اذا يبغون شالات شالات يا الله اللي شغالين معاكم طيب شدت انا بفراوي عندك محل في المعاقلية اعلم يا والله العظيم اني يومين وربع اضرحت المعاقلية والله هي رخيصة عشان كذا جابنا شيء بالجمع طيب ماجد احبك لالعلام الرياضي اول الرياضة هل كنت لعب سابق حواري شيء ولا كنت حبب لعب فاشن يعني حولت ما عاد فثبت الكور بسم بالله العظيم سعيد الويران الرياضي والمعجل اللي بحكونا عليه في التمنيد عندي انا عندي فيديوه عندك فيديوهات لا لا تكفر ابو سيدك يا رئيس ابو سيدك يا رئيس لا طبي لا خا بنجيبي اصابتك ها بنجيبي اصابتك اعطونا فيديو اخرب بيتك جايب تسوي الحين انك اخوز عليك خمسة انا قل من خمسة نتفايز اربع عشيك والله العظيم نعم تحلم بالله شوفوا من جايب خالد عزيز قعود لا ما بيقعود ابي حق القعود اه بدي بشرفة اوكي اه بشرفة بعد المباراة طلعت مصاب صحيح ليش تحداهم يوم انك من تبقى فزنا ترى بعد ما طلعت مصاب شوف ياخي ما شاء الله لا اله الا الله اظنه الان ستيني او حول الستين فاعد الريفي والله يا طارق ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله هللوا يا جماعة كلكم صدق قسم بالله تقول هذا لو يرجع يلعب يلعب أساسي لنه حافظ وحركة وبعدين وشو طول وقت التمرين يلعع ما يسكت لع 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 وانت معك سعيد العيران سعيد العيران لا لا سعيد اكثر شيء يلعب ضدي بس اليوم لعب معي ولا اكثر شيء يلعب ضدي ويتهزى ما نحف لسا نيلعب كونه ما نحف سعيد ينحف يا رجال ما تشوفه وش ياكل انت أسه ما ياكلك أسه ما ياكلك بس أسهل بالله ورب البيت وبعدين شفت يروح للبوفيه يحط لا حرامة طلع فاصل فاصل فنروح فاصل عملت جميل هكذا فاصل فاصل وما عملت الجميل مجد زر يوز تصل حسن تصل حسن تصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انكتب على ستة عمود الاستغناء عن المصيبيح والتواجري لعادة الحياد والانضباط للقسم الرياضي وش مجرمين حنا اش بسوين مع انك انت كأخلاقيات رجل وكذا قمة الأخلاق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والله من اشتركوا في القناة ماشاء الله اشتركوا في القناة ماجد معروف عنك يعني دائما كمراسل يقولون ماجد التواجي المراسل المستفز شوف من اللي يقول أجيبة يعني أجيبة لو كان تحت الحراسة الله عليك عاد أساسا أحب ذا الرجل أنا أحبك كفنان وكشخص تعرف يوم اعتزال ماجد عبدالله أنا ما أتوقع واحد في المية راشد الماجد كنت بتقدم بدل تركي عجمة لا 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 بعد لابت تجيب لأنت والله أقوم يا جماعة أقوم أسمع والله هل كلمك جد يعني راشد الماجد فنان سوبرستار وصوت جميل ووسيم ما شاء الله واللي أعرفه أنه رغم أنه قد لعب للاتفاق سابقا لكن ميح في كرة القدم المهم وبوجود الله يذكره بالخير كان يقدم الحفل وكذا وطلع راشد الماجد وغنى يعدون المهم أنا الحفل كلكم وأبغى راشد الماجد أبغاه أجيب يعني أجيب أجيب لو كان تحت الحراسة وهو مجرد يخلص ويدخل الخرطوش يوم الأمن كده يرحم أمو كبوك تكفى تكفى التفتوا كده قال خلوه خلوه المشاغب ما جدت ويجري أبي أدنا تشققت الحين واخر عني ترك أكبر من في العمر ها؟ أنت أكبر من في العمر ماذا تأخرك أنت بتزوجني بتزوجني أنت أنا أقول لك أنا أقول لك أكبر من؟ المفروض أنت هو التناديه تعال راشد بعاد وصراحة يعني نفسي أنا انقطع يعني شرب موية وروق عشر دقائق إليه ما تهدى وأنا بسجل معك أنا اللي حسجل معك فلما نجد يعني من فنانينا هذا التقدير كإعلاميين سعوديين سواء الرياضيين ولا غير الرياضيين ترى شيء يسعدنا رابح مواقف رابح متهاوش محمد عبدو رابح زعل مني في حاجة وما كانت مقصودة لما قدمت في نهائي كأس الملك عمل سارعي طبيعي جدا أنه رابح أكبر وأقدم هقول أنتم الآن على موعد مع عمل وطني يقدم من شركة الاتصال السعودية أداء رابح صقر طبيعية جت وراشد الماجد فالرفع هذه زعلتها مني بس والله أبو صقر حبيبي وصديق قديم وكذا أنت تشوف فيها غلط أنت بواقع خبرتك لو مكاني أكيد ستشد في الاسم الأخير الاسم الأخير لازم يكون في الشو الشد يعني في الأخير ما هم متقابلين هم مغنية واحدة وانت حطيت رابح بالأقدمية اسمع أحلى حاجة أعطك إياها سالم الهندي هذا أنا شيله على رأسي أنا متزعلن ويا أبو فوازة شيله على رأسي متزعلن ويا حتى لو أنك متزعلن لا لا سمحت لو سمحت بتأخذ مكان ترك العجمعي بتأخذ مكان سالم الهندي وش نقدر أن يشتغل؟ حاجة سالم الهندي مرة واحدة حاجة واحدة يا رقل وانت ما خليتها عجلة من دحتها في روتانا خلني قل عبد الله شبانة معقولة بس سالم الهندي عبد الله شبانة أحس أنك خلاص صار مسألة وقت الناس كيف توصل لها فكرة أن هذه شطارة وليست بثارة وليست بثارة إيش؟ في شعرة أنت توقع أن يا أبو عبد الله أزعل لما يجيني واحد يقول أنت بثر كانت سيّر عسل على قلبي بس كنت توصل الهدف حقي بثر أجيب له وبعدها نشوف أتحدى كسأل المراسلين كلهم قل له من اللي في الملعب يعطيك كوع كده عشان ياخذ لها عبد الله كده هذا اللي أقول لك أنا يا أخي أنت من أنت راضي تختنع كلامي من بديت؟ لو أنك نازل معي الميدان كان الحين هنا ورمع حين أقول لك ماجد التواجري ما في مثله في الميدان هذا بطولاتك كلها في الميدان أسأل مدينا وياك إذا بوجود وافق إني أرجع الميدان أنا برجع الميدان يلا خلاص أنا فرحان بنفسي في كورة يا ابن الحلال تلعب علينا فرحان أنا بالعكس أنا أشوف أعرف أنها مرحلة أنت أول في عز شبابك تقدر تطارد تروح تجي الحمد لله لازلت في عز شبابي تبدي أفك سبرينتس أفك سبرينتس وك سعيد رويران ماذا تبي أكثر من كده؟ سعيد رويران صاحب هذا في بلجيك سعيد رويران وأنا أحب صاحب حبي بس بقى صاحب وأنتم ماذا تبدأ كما قلت شيء قال ماذا سعيد رويران واضحا سعيد سعيد قال مدام يمطلع ضيف تدرون أيوة صلف عني طيب وش أساسيات المراسل الناجح نبغى كلمة منك كم كلمة ثلاث كلمة لا لا أبو عبد الله أبو عبد الله ما ما يمكن توجزها في كلمة الثلاثة أبغى الحين شاب صغير بيصير مراسل شوف 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 الحص الصحفي بالدرجة الأولى بالدرجة الأولى لأنه ممكن أنا وياك نروح لنفس المكان وبعطيك مثال في الألفين وسبعة كنت أنا في اندونوسيا مع المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا معي مراسلين عدة من بينهم اللي غطى برنامج في المرمى أوكي عد معي رئيس دولة اندونوسيا يتحدث لماجد تويجي جوزيف بلتر يتحدث لماجد تويجي ابن همام يتحدث كل نجوم بلاتيني كلهم جبتهم أنا ما أشوف أنه حس هذا يشوف شطارة ماجد تويجي لا يبقى الحس في حاجة في الأسئلة وطريقة الأسئلة وكيف ممكن ممكن أنا وياك ناخذ كلنا ناخذ مثلا ابن همام أو جوزيف بلتر أو على فكرة الله يذكره بالخير الأمير نواف بن فيصل كان رئيس البعثة وأخذته برضو طيب حيو لكن أنا ممكن أعلم معه وأنت محذر عنك طيب شيف خلني شوف نوعية من نوعية خلاص أنت خلني بشوف نوعية من نوعية سلتك والله يا لاتك تجيب حقة الأمير عبدالله بمساعد ما والله الشباب حني يوم يقول لي بالله عليك ماجد طول ذا سنين إلى الآن تسألونا غير المدرب ولا ما غير بس ما جبنا بحبنا جبها حلوة كان عنده أخطار كل أحد يعمل عنده أخطار كان يجب أن يبقى ناصر الشماني ومدين يا ماجد أحرين معقولة بذنبتك إنه إلى الآن في السل اللي إحنا فيها نسأل هاته نسأل المدربين اللاعب يطلعوا ينزل يعني هذا اللي فأراجوب على السيد المسؤولين ما حدث اليوم؟ من أين جيتوا؟ من أين جينا مصر خير كابتن؟ السلام عليكم السلام عليكم م pell涵 كيف عندك كنت تم بحاجة لأколь اليوم؟ نعم سر что één سر 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 اسمها ماجد هذه شطارة ماجد التويسي لا لا شطارة شوف أقولك شيء أبو عبدالله أقولك شيء أحيانا أحيانا أختصر لها لك في حاجة في 2006 كنت مع الـ LBC وأنا كنت معدا في الـ MBC محمد الشهري ومذيع MBC FM أوكي في 2006 حلو رحت مع الـ LBC وغاره والـ MBC اللي غار تحديدا يزيد الموقع بناني وجيت كمراسل في كأس الخليج في أبوظبي وأنا في دبي بعد ما وقعت العقل أبطلع على أبوظبي والله للأمانة أخذت قاعدة من شخص اسمه حمادي القردبو تونس معروف قال لي ماجد الآن أنت حتمشي من دبي إلى أبوظبي حتروح تجيب للاعب يقولك الحمد لله لأن يوم فوزنا ولا يقولك إن شاء الله نعوض هذا كله حيجيبه حاول تجيب حاجة تخص ماجد حتى لو ضحك أحيانا الأكشن لو كان بسيط ممكن يعلم لو جاك لاعب ضحك لو يعني شوف حتى لا تتوقع أني أنا زعلان من سؤالي لأمير عبدالله المساعد ولو عاد بي الزمان مع أبو عبدالرحمن بعد مائة عام وطولة عمر له لي حسأل نفس السؤال لأنه هو أساسا قبلها بيوم قبلها بيوم لما قابلناه في الردس قبل المباراة كان يتحدث عن جوانب تخص الأمور الفنية البارح كنت تتحدث عن جوانب تخص الأمور طب سكت أنت ما قلت شيء ها؟ سكت أنت أسعجبني ردة فعله خلاص أخذت الأكشن اللي أنا أبغاه خذت الشوح حق طارق ولا غيره خطها يعني أنت في الأخير اتهمتها في الأخير حلو أنا أقول شطارة ماجد في أنه نشبه حلو وزي ما قال هو بثر يعجبني موضوع البثر البثر فهمت كيف؟ أنه أجيبة تحت يعني أجيبة أجيبة يعني لو كانت تحت الحراسة أي مراسل يبغى يكون ما هي فيه إلا واحد هو ذا بس لا يجي في عسك أن تطلع واحد أنت ترقيك الآن أترقيك ما هيجي ما هيجي ما هيجي لو تركي العجمة يسوي اختبار وش بتفتخذوبك أنت؟ شوفونا دخول ملاعب أوريكم ماجد تويجري والله ما تقبل مايت ولا أسعد زهراني دريعان دريعان كان يطلب مايك بالشهر يجيب ستة مليون مشاهد بسؤال واحد لا 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 خلينا أنا أقول كويلتي كويلتي معين مختص فيه ماجد تويجري طيب رب العالمين خلق واحد هذا أنا طب أول ما توجدك بعد عمليات تجميل اختلفت علينا وش سوت وش نسوي تدمير من اللي قائل لك لا تكون رحت إلى لأيمانا للشيخ لأسوي لي خمس دقائق باسم الدكتور مكاعت لأيمانا للشيخ بس رتوش بالوجه يعني وش أكثر من كده عشان نطلع وسمين مع بوجود حلو والله ضروري أنا دعم الوسيع مصر بس يلا بلا فأجز أنت وسيع وانا يعجبني فيك شي واحد ونروحك حتى وانت زعلان راضي يا الله وصف شعر ذا ولا إيش هذي سالفة الواقع كان من السالف أبس ألك الفقرة هذي بدون دبلوماسية ورد سريع صدقي يعني سيريس ولا نمزح شوي فيها سيريس 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 خلي نظبط الأمور هذي بدون دبلوماسية أفك زرار أخذ راحتك يالله وش رايك الوسط الرياضي اليوم؟ متعب طيب كيف تقيم العلمية الرياضيين؟ من جنبها من أكثر العلمية الرياضية لنتنصحهم يخف من تعصبهم؟ أسمع؟ يكثرهم أسمع كلا فأسمع؟ لا يوجع الراس أخاف 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 أجيب لنفسي وأوجع الراس بزيادة خلنا كثيرين كثيرين 99% 99 حلو طيب لما يشكلك في الإعلام كثيرة الشيء ذات اعتمده أنت ولا الناس تبلاك؟ لا لأني واقعي ومحايد وما يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب على طارق محايد أنا عندي أنا طارق عندي نظرية أنه دائما الإعلام الرياضي أنه كل واحد يطلع فيه برنامج يعني 99. زي ما قلت حلوة أنه يا محسوب على الإدارة يا في تعرف الرئيس الفلان اللي راح إسقاط الرئيس الفلان موجودة صحيح إلا أنا كم نسبتهم؟ إلا أنا 29.9 نعم صحيح مصالح شخصية صحيح يعني تأجيل الرأي العام مصالح أنا ما لي دخل مصراحة نادي صحيح هذه واقع بعض المخرجين عايزين كذا أحيانا برضي مخرجكم عايز أن يكون بأي لون النهار بدا لا إحنا مخرجنا إحنا نبي الصراحة والله طيب الصراحة أنه أنا مجرد أني أركب هذا المايك أقدم ما يمليه علي ضميري يخدم الهلال يضر النصر ينفع الأهلي يكسب الاتحاد ما عندي لذلك لو تدخل بس على منش الكورة تلاقي مثلا جمهور النصر يوم حاطني في السماء لما قلت مان أيقف مايكون مان أيقف مايكون طيراني في السماء ترند ها فكرة من الأشياء اللي أنا مو بأمو بني أبحث عنها لا بس من الأشياء اللي أنا مرتاح أنه ست سبع مرات من يوم بديت أطلع كورة طراحة ترند وهذا شيء إيه لأنك سريح يا أخي اسمعني أبا أقولك شيء لذلك أنا أقول لك ومرة جمهور الهلال يمدحني ومرة يسبني فأنا هم مشكلتهم مشكلتهم مو بعارفين أني أتعامل مع واقع موجود يضر مين يخدم مين مايهم مني حدث قدامي وقيمه على ما هو عليه نعم بس بكل أمانة وبكل ضمير هذه أمانتك إعلامي لكن الأغلبية في الوسط الرياضي بس أبغى إيه أو لا الأغلبية واللي في الوسط الرياضي ما يهمهم من هذا المهم يهمهم مصالح شخصية تدري وش المزعج يا أبو عبد الله والله العظيم أقولها بكل ألم وحسرة تدري المزعج وش أنه توصل بعض الأمور في الإعلاميين الرياضيين التشكيك في الذمم والدخول في الذمم واتهام ناس بما ليس فيهم أوكي عشان أكسب قضية للنادي اللي يشجعه هذه المصيبة ما عندي مشكلة أنا أشجع لهلال النصر للإتحاد الأهلي ودائما أستشد على أساس أن هذول الأربع عندي جماهيريا وإعلاميا قدمت بي لكن راقب الله في عملية أنك لا تتهم الناس أنا يا أخي يجيني بعض الإعلاميين يقول لي أفلان أم لا خلاص تدري أنا لا بجيب الطاعة طيب خلني أقولك شو تذكر ما كنت أقدم برنامج النشرة ايه أنا كنت أمسوي فولو لمجموعة من إعلامي الرياضيين تدري أم كان يرسلني فيديوهات عن بعض يسا يعني ذا يرسل لي فيديو عن ذا وذا يرسل لي فيديو عن ذا كيف كنت أثق فيهم؟ صويت لهم أم فولو كلهم كلهم؟ ولا أخت ولا مادة لهم نزلت في أي حلقة تعجبني حتى لو أنها كانت تفيد محتواي رميتها في الزبالة لأنه مشاكلكم هاي داخل أنا إيش قاعد يملي إيش عندي؟ شو برنامج النشرة أربعمائة حلقة يوم نصراوي يوم هلالي يوم إتفاق يوم إتحاد كذا أنت مرتاح وأنا مرتاح بس والله أنت ما خليت أحد اللي قطعتها اللي يستهل أخذ حقه وأنا راجع والله قطعتها قريب راجعه بس الآن قاعدة ما هدانك جستانية بيقول فيك قصيدة والله بيقول فيك قصيدة يا أستاذ عدنان جستانية بالله يا تاريك شو اسمع يا تاريك شو فكنا منك وسيبنا لما ركبنا الطيارة وتغدينا يا تاريك لا لقينا إلا تاريك أتهمني مرة أتهمك؟ قال أنه كان نافخ ريشو في المطار والتنافق ريشو أنا كنت حاجز معي البوردنج حاجز ودخلت ركب طيارة هو ما معا حجز لماذا ما توسطت له؟ قال طاند هو أستاذنا في الإعلام كان قلت له يا أستاذ عدنان جستانية تفضل يا عم عدنان ترى برضه هو قدم برنامج كوره في سنة من السنوات قدمه برضه؟ يعني منافس لك ركزه يا ويلي أبو جود أبو جود فكيني مننا نروح الفقرة سطر حسنا سطر بنعوض لك الصور أبغى السطر تعليق سريع كل مفردة واحدة سطر 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 يعني ممكن يجي فيه لا سطر ما عايشيني لمدة فترح أنه لوحة طيب أربع كم طيب أربعين ولا بستين ولا بمئة بربعات ولا أعطوه نصر واحدة وكنسوا الباقي يلا ترك العجمة ترى ما أشوف ترك العجمة شوف والله العظيم والله والله بيسألني ربي عن هذا الحلف إن هذا من الناس اللي فيه خير أعرفه أنا وعلى فكرة ترى علاقتي في ترك العجمة من قبل من بدايته في الإخبارية وكنت أيام شقة اللي بالمدل الزروح ونقعد في كوفي هناك وعلاقة غير عادية وسعيد جدا بثقة وجودي معاه في برنامج طيب الصورة الثانية أوه هذا معلمي الأول فضائيا مصطفى الآغة تكلمت قلت هوا اشتنوا يا ومدينة مصطفى الآغة معلمي الأول فضائيا سأبقى مدينة له ما حييت ولمعلوميتك لما بديت مع مشواري حسيت يا أبو عبدالله أني يعني ولدت من جديد في الإعلام ما صبر عليه إلا أنت ها؟ ما صبر عليه إلا أنت يا حبيل أبو كرم أقسم بالله العظيم إن قلبه قلب طفل عادي اليوم هو جالدين هبارت من الجالد؟ قلب خواطر يجنن حتى في خواطر أجنت اللي ضيعته أوكي خلي بعده يلا بتالقوس صديق عمر أكثر إعلامي رياضي اشتغل على نفسه يعشق التحدي ناجح في كل مراحل حياته ويكفي أن أقول بأن جريدة الرياضية رغم أن الورق كله مات إلا أن جريدة الرياضية حاليا نمبر ون بين الصحف ككل حتى الصحف اللي لا يوجد عندها إلا صفحتين ثلاث صفحات رياضية لأن قد تصل ميول بس بتال بتال روعة في كل شيء طيب الأربعة مين ما شوف ترى وليد فراج اقلب الصفحة خلاص نحترم رأي الضيف طيب فقرات لو كنت أوكي لو كنت رئيس الاتحاد السعودي لكرت قدم وش بتسوي؟ حاليا أجيب حكام أجانب للفار والحكام المساعدين والساحة وأخفف الضغط عن الحكام المحليين وخليهم سابورت داخل الفار يتعلمون لأنه سنة أولى ولما يتعلموا أوكي أعطيهم الفرصة لكن مش معقول يا أبو عبدالله بعد غياب ثلاث سنوات من وجودك في الساحة أدفك في هلال ونصر في أهلي واتحاد في الشمار كبيرة عليهم كبيرة جدا حلو فقرة تسرع شيء سباق يعني؟ أي هل فكرت تصير يوتيوبر؟ وشو؟ يوتيوبر يعني وشو؟ يعني تنزل القناة في اليوتيوب وكذا يوتيوبر هي اسمها كذا يوتيوبر والله قاعد أفكر جديا بشوف صديقي وسامي الحلافي نرتبها كذا حلو تتوقع أنجح؟ والله تنجح ايه اوكي كيف سنابك وضعك في السناب؟ كيف السناب؟ جيد جيد بس لا تنسى موضوع التمثيلها خلاص خلاص لك دور عندي اوكي مرة واحدة بس وش ضيف شرف أنا كمبارس بجيب لا تنسى موضوع التمثيل كمبارس لا ليس كمبارس اوكي ضيف شرف فيها دراحة محمسي كنسلنا 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 من أفضل لاعب شاب؟ لا ما يعتبر شاب لكن إذا جيتها في الشاب عبدالله الحمدان طيب اش رأيك في الثمانية الجانب؟ قرار رفع من قيمة ومستوى التنافس على مستوى الدوري السعودي ككل صار ما فيه عندي إلا ما ندرت لقم بالخمسة والستة والسبعة مين بني اتحكم هو الشمري؟ عبدالله صنعين افضل مهاجم في الدور السعودي عبدالله الحمدان طيب عاعتك صد أجنبي ولا محلي أفضل مهاجم شكل عام الحمد لله وإن كان فيه سباة حاليا نايم ربما يصحوا ربما أقول طيب كل ما توجهها للإعلاميين بعد انتشار ما بانتشار أنه سار موضوع يعني سار الواحد تسب ديرته ولا تسب ناديه يعني وصلنا مرحلة ما هي بتعصب مرحلة لا أنا ما حوجهها للإعلاميين عطني الكاميرا يا ذيبان أنا راح أوجهها للأستاذ والدكتور رجال الله السلمي رئيس اتحاد الإعلام رياضي فكونا يا جماعة الخير وارحمونا يرحم أمكم وابوكم من إعلاميين البراشوت اللي فجأة يكتب مقالة في صحيفة وفجأة يطلع يحلل بالبرامج وينظر ويسب ويدخل فيه يا جماعة خلاص أقول لك شغلة أقول لي يا طارق شور والله العظيم أقول لك شغلة سام قبل فترة تفاجأت أنا تعرف عندي واتساب أول طارق شور قديم فكرته كنت حاطين بارة المواهب عندنا واتساب للمواهب لقيت في مواهب أعلمك أعتني استضفت منهم مكتب مواهب وراح ووقع الضحك وين إن جاني فيديو وين من شخصين يتكلمون عن الرياضة أوكي ما لهم علاقة بعد فترة وأنا في التويتر وجاني مقطع الناس يمنشونني في بعض المواهب وطالع الأخوي اللي أرسل لي المواهب مذيع في واحدة من القنوات برنامج لا تقول لي من اثنين ثلاثة اربعة دول القنوات ايه مذيع والثاني ضيف مع المذيع في قناة في قناة ثانية ايوه يعني مش ككل قناة سعودية ضيف في قناة سعودية ينظر والله هنا أنا غسلت يدي صراحة من العلام يعني غسل من زمان من العلام الرياضي من العلام الرياضي ما اسمع احنا اعلام مخترق اعلام اللي ما عنده شغلة يروح للعلام الرياضي خلصنا خلصنا والله يا اخي نشفت لي خلصنا بغاك تغني وين المايك هاتو المايك هذا المايك لا مصدقين لا محبولنا يبي يقولون ننهب المادي في اخر عمر نورتنا حبيبي حبيبي يلا يسعدك يا ابو عبدالله على اللي شاكر الاستضافة والثقة هذه وان شاء الله ما يطير كرسي في كورة لا 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 ثابت يا موجود ثابت كرسيك عندنا الفرقة ناقصنا حق قانون القانون وشو اللي يقول كده خلاص نقوم منعديك اغنية واتي منعطيك اهداء يلا عطوني اهداء سمعوني ايوه كلبي كلبي عليك التاع ما يحتمل غيبتك لينا ايوه كلبي كلبي عليك التاع ما يحتمل غيبتك لينا وعسى 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 لما يتاع عليك يا اداف لدينا وعسى وعسى ما يتاع عليك يا نابل لدينا ايوه كلبي 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 عليك انا 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 انا